بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه في الأيام الأخيرة لرمضان لا شك أن الإنسان أحس بالتأثير الإيجابي للصوم وخصوصا إذا التزم بالقواعد الصحية الضرورية التي تحدثنا عنها في حلقة أولى عندما يخرج رمضان بعد شهر رمضان كيف يمكن أن يتصرف المسلم؟ كما قلنا رمضان مدرسة مدرسة صحيح مدرسة إيمانية أولا ومدرسة لقوة الإرادة لأن الصوم شهر الصبر ثانياً لكن أيضاً مدرسة للحياة الصحية والقواعد التي يلتزم بها المسلم صحياً في رمضان يجب أن يستمر الالتزام بها خارج رمضان وأول قاعدة هو التوازن الغذائي تنوع الغذاء الإنسان نحن عندنا مع الأسف ميل في مجتمعاتنا للاكثار من السكريات والمعجنات من الخبز وغيره ولو خارج رمضان وهذه ثقافة في المجتمع المغربي والطبيعي والصحي أن يكون غذاء متوازن أن يكون التركيز أكثر على الخضر والفواكه والأسماك أكثر من السكريات والدهنيات الدهنيات الحيوانية بالخصوص الشحماوز، زبداو، السمن للآخر والأطعمة المقليعة وثالثاً السكريات والدهنيات والنشويات اللي هي المعجنات الخبز المسمن ومغرير والحلاوي اللي فيها الدقيق بزرف إلى آخره فلذلك نحن أمام واحد المنظومة غدائية نحاول ما أمكان نمشي نغيرها شوية بشوية تكون عندنا التركيز أكثر على الخضراء والخضروات والفواكه أول قاعدة القاعدة الثانية هو الاهتمام بشرب الماء نحن في مجتمعتنا ليس عندنا اهتمام كبير بشرب الماء كمية الكافية من الماء يومياً وكل واحد يجب أن يشرب ما بين لتر ونصف ولترين من الماء يومياً على فترات متقطعة ولكن خصوة الإنسان دائماً يتفكر شرب الماء والاهتمام بشرب الماء ثالثاً الحركة والرياضة والاهتمام بها فبقدر ما يتحرك الإنسان ويقوم بالتمارين الرياضية مرة مرتين أو ثلاث مرت في الأسبوع يحافظ على صحته ويمكن الجسم دياله بشي يستفد من الأكل الذي يتناوله وأيضاً يستفيد من الشمس أيضاً فلذلك القيام بتمارين رياضية منتظمة ولو خفيفة ولو ماشي الماشي ولكن الماشي طويل ليس خمس أو عشر دقائق الخفيف لكن الماشي هذا شيء مهم جداً لصحة الإنسان ومن بين مشاكل الحضارة المعاصرة وخصوصاً في المدن الكبرى هو قلة الحركة من قلة الحركة الإنسان يدخل إلى العمل وخصوصاً في مكتب الذي يخدم في مكتب يخرج يركب وسيلة نقل يدخل للدار وهكذا يومياً وليست عنده فرصة ليتحرك الحركة الكافية بالنسبة للجسم فالرياضة موارسة بالجسم التوين الرياضية والحركة مهمة بالنسبة للإنسان وإذا كان الصوم بالفائدة التي ذكرناها من قبل والتي يذكرها جميع المتخصصين فالاستمرار في الصوم طيلة السنة مرة مرة هو شيء مهم أيضاً مهم دينياً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغبنا في أن صوم خارج رمضان هناك صيام الاثنين والخميس كان يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هناك صوم الأيام البيضة التي هي ثلاثة عشر ربط عشر خمسة عشر من كل شهر هجري أو عربي هناك صيام ست من شوال هناك إذن مناسبات صيام يوم عرفة يوم عاشرة ويوم تاسعة معه هذه كلها صيام أيام يندب لصيامها ومستحبة وخص المسلم يحرص وخاغر يصوم منها بعض الأيام لأن الفوائد دي الصوم الدينية والدنيوية والصحية والنفسية كبيرة إلى حد أنه مزيان الإنسان يصوم في كل شهر بضعة أيام على حسب ما يقدر عليه كل إنسان وفق الآداب التي ذكرناها وغادي يذكر الإنسان دائماً برمضان وغادي يخليه مشتاق إلى رمضان وإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها كما هو كما ذكر العلماء في شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وستاً من شوال فكأنما صامت دهر كله اللي صام رمضان وصام ستيام ستيام من شوال بحالي لا صام العام كامل وبالتالي كل سنة صام الدهر كله يعني العمر ديالي كله صامه لماذا؟ يقول العلماء لأن الحسنة بعشر أمثالها ومن صام رمضان ثلاثين يوماً فكأنما صام ثلاثمائة يوم ومن صام ستة من شوال فكأنما صام ستين يوماً فهي عدد أيام السنة تقريباً فإذا الترغيب في الصوم مهم ونحن نرى اليوم حتى كثير من المتخصصي الغربيين يرغبون في الصوم لأنه عنده فوائد صحية على الصحة الجسمية ولكن على الصحة النفسية أيضاً أسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير وتقبل الله الجميع صيامهم وخيامهم في هذا الشهر المبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر